السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقناة رواع الوصفات أهلا وسهلا فيكم أهلا في كل مشتركيني وكل متابعيني إن شاء الله بكون عند حصن ظنكم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اليوم إن شاء الله رح نعمل كيكة اللوتس بطريقة سهلة وبسيطة ورح نعمل كمية كبيرة بكمية قليلة من زبدة اللوتس ومن بسكوت اللوتس رح إن شاء الله تعجبكم كتير لأول مرة بشوف قناتي ياريت يدعمني وفعل زر الجرس ويعمل لايك شان يوصل لأكبر عداد من الناس خلينا نبلش مقادير وطريقة التحضير إن شاء الله رح تعجبكم كتير كتير أول إشي بنعمل الكريمة بدي أجيب من بودرة الكريمة الخام كوب من الكريمة الخام وكوب من الحليب البارد إذا ما عندك حليب سائل ممكن تحطي كوب من المية المثلجة مع ثلاث معالج من الحليب البودرة وممكن تعمليها بمي لحالها عادي ما في أي مشكلة وحطينا ثلاث أو أربع حبات من الجبنة وبدنا نخفقهم مضبوط لحد ما تتماسك معنا بعدين بجيب معالجة من اللوتس وبحطها وبخلطها معهم حبيت تحطي معلقة معلقتين هذا برجع للك بس أنا حبيت لأنه في كل مرحلة بدنا نحط فحبيت إني أحط بس معلقة اللي تعطيني طعيم اللوتس بغلفها وبحطها بالتلاجة عبل ما نعمل المرحلة التعنيه جيب الطنجرة وبدي أجيب حليب حطينا أول كوب وتعني كوب وبدنا نحط الكوب التالت طبعا هاي الكمية بترجع لقلك بدك تحطي كوبين تلاتة أربعة هذا برجع لقلك كل كوب بدنا معلقة سكر ومعلقة نشا تكون معلقة النشا كتير ملانة يعني كل كوب له معلقة نشا ومعلقة سكر بدك تحطي واحد اتنين تلاتة زي ما بدك الكمية اللي بدك إياها حسب الصينية أو البايركس اللي بدك تعملي فيه حطينا حليب تلاتة أكواب وحطينا معالق نشا معرمين هيك اكتار وحطينا تلات معالق سكر بدنا نحرقهم على البارد وبعدين نحطهم على النار لازم نحرقهم على البارد عشان النشا يدوب معنا والسكر بنحطهم على النار لحديت ما يبلشوا شوي يسخنوا عشان نحط عليهم كريمة اللوتس بنحط معلقتين من كريمة اللوتس عشان الكمية هاي أكتر من الكريمة حطيت عليها معلقتين كبار وبنظرنا نحرق فيهم لحديت ما يجمدوا معنا صير هادا القوام اللي احنا بدنا إياه ما بدنا إياه كتير جامد ولا بدنا إياه طري زي هادا بالزبط لأنه هسه سخن بس يبرد بعاود بجمد معنا بنطفي عنه زي ما هو زي ما انت شايفه ببك بك خلاص بجيب الصينية أو البايركس اللي بدنا نعمل فيه بجيب كاسة من الحليب وبحط لها معلقة من اللوتس المدوب عشان بدنا نغمس فيه البسكوت طلعت الكريمة المهلبية من التلاجة و بدي أخفقها بالخفاقة و أحط عليها من الكريمة بحط تقريبا النص باخد من الكريمة و بحط و بخفق باخد من الكريمة و بحط و بخفق لحديث ما أخد نص الكمية طريقة سهلة و بسيطة و موفرة جدا و طعمها كتير كتير طيب إن شاء الله بس تجربيها بعتولي بالتعليقات كيف طلعت معاكم أو إذا بتحبوا تصوروا لي كمان الحلو اللي عملتوا بردو بسير و رح أنزلكم إياه بالقناة قبل ما أبدأ بالفيديو الجديد بنزل الصور و باسم اللي عملتوا إن شاء الله بالقناة زي ما أنتوا شايفين بحط كريمة و بخفق و خليت نص الكريمة عشان أحطها على الوجه بخفقهم مظبوط مظبوط عشان نبلش نصفط بالكيكة بسكوت اللوتس ما حطيت منه داخل الكيكة نهائيا خليته للتزيين لأنه إنتوا زي ما بتعرفوا إنه البسكوت هات غالي و زبدة اللوتس غالية فإحنا قد ما قدرنا إنه قللنا منها بس أعطتنا طعم كتير كتير طيب حطيت بسكوت شاي عادي غمسته بالحليب و باللوتس و عملته الطبقة الأولى وهي الطبقة التانية بحط بين الطبقات كمية شوي يعني مش كتير بنغمس البسكوت بالحليب و باللوتس وبنحضنا نصفت و نحط الخليط لحد يت منخلص كل الكمية اللهم صلي وسلم و بارك على سيدنا محمد اللهم صلي وسلم و بارك على سيدنا محمد اللهم صلي وسلم و بارك على سيدنا محمد بحب بس أعملكم الوصفة أول شي نتذكر إنه نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام و إنها تكون وصفتي سهلة و بسيطة و ما بتكلف و بنعمل كمية إن شاء الله لتكفي جميع أفراد الأسرة أو إذا بحفلة عيد ميلاد إنه إن شاء الله تكون كمية منيحة و ما تكلفنا مصاريف كتيرة هاي آخر طبقة حطيت البسكوت طبعا مبلل بالحليب و باللوتس و حطيت الكريمة خليت الكريمة على الوجه وبعدين بنزينها الزينة بترجع لإلك شو بدك تزيني زيني ممكن تسيحي زبدة اللوتس و تدريها على الوجه كلها ممكن تدقي بسكوت و تحطي زي ما أنا حطيت بالطول أو بالورب زي ما بتحبي طبعا دايما التزين برجع لإلك و هادي هيك خلصناها إن شاء الله بتعجبكم ياريت إذا جربتوها تحكولي كيف طلعت معكم كيكة سهلة و بسيطة مكونات كتير كتير موفرة و هيك خلصنا و يعطيكم ألف عافية ترجمة نانسي قنقر